لا تنسى في تلك الأيام أن تكثر من هذه الدعوة اللهم بلغني رمضان في صحة وأمن وأمان أحبابي في دعاء غريب وهو منتشر جدا وهو لا يصح أن تقول اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقدين هذا خطأ صليتم عن رسول الله لأن الموت يجري على الناس جميعا أحبابي يعني حيتوقف الموت مثلا ما إما أنت حتموت أو واحد صاحبك حي موت أو جارك أو غير ذلك صح ولا غلط ولكن قل اللهم سلم لنا رمضان وسلمنا لرمضان قل اللهم أبقني على طاعتك وبلغني رمضان هل صليتم مع رسول الله إنما الدعاء المشهور على صفحات أحبابي إخواني في الله صفحات الفيسبوك ومشعار فيه والكلام ده أحبابي إخواني الله يرضى عنكم هذا لا يليق أحبابي لأنه فيها أدعية كثيرة جدا نقول ولا نفهم معناها وقد تدعو بالشر يعني لما تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك يا أخي أنت فاهم بتقول لي أنت فاهم بتقول لي أبو شاكر أبو شاكر فاهم سمعنا أبو شاكر ولم نستمع الله تعطب أنت فاهمنا أبو شاكر صليتم على سيدنا النبي أحبابي إخواني أنت فاهم لما تقول لما تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطفة فيه عارف معناها بالصعيد الشحطي يا ربي لما تنزل علي مصيبة نزلها مصيبة صغيرة على كد دي معناها مش أنت بتقول له كده اللهم إني لا أسألك ولكن ايه أسألك ايه يعني اللطفة فيه يعني الدهاني خفيفة كده يا أخي أنت بتلعب كرة كدف شرعي وكدف غير شرعي يا أخي سر ربك العفو العافية رقم اثنين أنت تسأل الملك فردد وقل خير دعاء وهو من أفضل الأدعية وأسأل الله أن يبلغنا الليلة التي علم فيها النبي أم عائشة أن تقول اللهم إنك عفون قالت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول قال قول يا أم المؤمنين اللهم إني لا أسألك رد القضاء إنما قال قولي اللهم إنك عفون تحب العفو فاحفو عني اللهم إنك عفون كريم تحب العفو عفو عنا رب العالمين جميل فالدعاء الذي هو موجود على صفحات النت اللهم إبلغنا رمضان